مجددا يلتقي القراء والمثقفون العرب ومحبوء اللغة والثقافة العربية في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في نسخته الثامنة يتزامن معرض الكتاب العربي في اسطنبول هذا العام مع ما يجري في قطاع غزة من عدوان صهيوني دموي الأمر الذي كان له واضح الأثر في فعاليات المعرض إذ فرضت القضية الفلسطينية نفسها على أنشطته وندواته الثقافية وأمسياته الشعرية استمرار المعرض ونجاحه لثمان دورات بوصفه الحدث الأكبر للكتاب العربي خارج الدول العربية بحسب ما يؤكده منظموه يؤكد الدور الذي يلعبه في دعم التقارب والتواصل الثقافي بين العرب والأتراك ومواجهة محاولات بث روح الكراهية والعنصرية كما يمثل المعرض محاولة للبناء على مساحات المشترك الثقافي بين المجتمعات العربية والمجتمع التركي بوصفها جميعا مجتمعات إسلامية يجمعها تاريخ وحضارة واحدة ولعل ذلك ما دفع القائمين على المعرض إلى تنظيمه تحت شعار العربية تجمعنا لتكون رسالة استنهاض للأمة الإسلامية في مواجهة مخططات الفرق والتشرذم ولأن تركيا تحتضن عدة ملايين من مواطني الدول العربية الذين خرجوا من بلادهم بعد تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بعد انكسار ثورات الربيع العربي وسيطرة الثورات المضادة فإن الكتاب العربي يصبح ضرورة لهؤلاء الذين اتخذوا من الأراضي التركية مهجرا شبه دائم لهم ولأبنائهم بهدف الحفاظ على الهوية العربية كما يثبت معرض الكتاب العربي في اسطنبول أن حب القراءة والاهتمام بفروع الفكر العربي لا يزال مسيطرا على العقل الجمعي للشعوب العربية برغم ظروف الهجرة والمتغيرات المجتمعية والتحديات السياسية والاقتصادية اشتركوا في القناة